هذه الصورة التذكارية المختتمة لفعاليات المؤتمر الثاني لتعزيز السلم في إفريقيا بن واكشوت تولد خطة عمل جديدة تطبيقاً لتوصيات مؤتمر واكشوت المنعقدي تحت شعار بذل السلم للعالم عصارة أفكار العلماء والفقهاء والقادة والنخب أثمرت مقاربات ورؤى جديدة حيال القضايا الأكثر حساسية في القارة خاصة منها تلك المرتبطة بالأمن والتنمية والتي تعود في جوهرها إلى القراءة والتأويلات الخاطئة للدين وأحكامه والمنبتة عن قيم السلام والتسامح توصيات المؤتمر حاولت وضع خريطة طريق تستمد روحها من إعلان واكشوت 2020 وتستشرف مستقبلها عبر مواضعات خرجت بها كوكبة من العلماء والقادة ليتم تفعيلها وفق آليات وضوابط حددها المؤتمرون وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيّن خلال كلمة اختتام المؤتمر أبرز الدروس المستخلصة من هذا المؤتمر الذي جرت فعالياته تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني وشهد يومه الختام حضور رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم ضيف شرف رئيس متدى السلم بأبو لبي وبعد تثمين رعاية رئيس الجمهورية وتشريف رئيس دولة النيجر بالحضور والمشاركة دلف إلى السؤال الجوهري والإجابات المرتبطة به فكيف يتم إطفاء الحرائق والفتن في القارة وفي منطقتنا؟ ضيف شرف هذا المؤتمر السيد محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر قدم تشخيصا معززا بالأدلة النقلية والعقلية لمجمل التحديات الفكرية والتنموية في القارة وفي منطقة الساحل خصوصا حيث تكتوي بعض البلدان بنار الفتن وجمر الخلافات الذي بالكاد يخبو حتى يتقد أواره الجلسة الختامية للمؤتمر شهدت عرض بيان ختامي تضمن أبرز التوصيات التي تم الاتفاق عليها كآلية عمل تستحضر روح إعلان الواقشوت 2020 وترسم ملامح طريق يستشرف المزيد من السبل لتوسيع مدارك العقل الديني عبر الحوارات الفكرية الهادفة لتصحيح المفاهيم ومن خلال مشروعات تنموية في صدارتها التعليم والتشغيل